في ملف زيارة وفد المجلس الوزاري الاقتصادي للإقليم أكد الرئيس مسعود برزاني ضرورة العودة إلى الدستور واتباع اتفاق إدارة الدولة لحل المشاكل بين بغداد وأربيل ذكر بيان لمكتب الرئيس برزاني أن استقبل وفدا رفيعا في الحكومة العراقية يتكون من وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير التخطيط محمد تميم ووزيرة المالية طيف سامي فضل عن عدد من المسؤولين أكد برزاني أن أفضل طريقة لتجنب المشاكل هي الاهتمام بالتفاهم والحوار بين الحكومة الاتحادية ونظيراتها بالإقليم وثمن برزاني دور وجهود رئيس الوزراء محمد شيع السوداني لتفادي المشاكل مجددا التأكيد بأن حل المشكلات يكمن بالرجوع إلى الدستور والاتفاقات السياسية فضلا عن وجود النية الخالصة والإدارة الحقيقية لحل المشاكل ترجمة نانسي قنقر